موسيقى اليوم السابع من أغسطس أول يوم للقائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران ومن جديد مع ضيفين سيد وائل حماد هل تعتقد أن الاقتصاد الإيراني سيتأثر بشكل دراماتيكي في المرحلة الأولى وإن القطاع الصناعي التعاولات الخريجي أم في المرحلة الثانية التي تستكون على الصادرات النفطية أكثر نعتقد أن حقيقة في المرحلة الأولى هو الارتباك التي تعيشها الأجواء في إيران وخاصة مع تصاعد الغضب الشعبي بالنسبة لأعادة فرض هذه العقوبات وبدأت هناك في ارتباك الداخل الإيراني ولكن الحكومة الإيرانية بدأت ببعض الخطوات الاستباقية من تقليص القاعدة في التبادل النقد الأجنبي وحصره بين المركزي الإيراني وأيضا المصدرين ومستوردين يعني العلاقة بينهم ستكون منظمة إلى حد ما بالخروج من هذه المرحلة ولكن العودة إلى التاريخ يعني العقوبات الأمريكية على إيران يعني هناك من 1956 حتى هذه المرة هناك في أكثر من 15 مرة من العقوبات التي انفرضت أمريكا على 15 مرة كان هناك فرض من الولايات المتحدة العقوبات على إيران يعني هناك في قد بإيران هناك علم أو معرفة كيف التعامل مع هذه العقوبات ولكن الأمر المهم أيضا في الجانب الآخر أن هناك في بعض الأطراف تقف إلى الجانب الإيراني وخاصة الاتحاد الأوروبي الصين روسيا وأيضا الهند وتركيا أيضا لأنه بدأوا القول بأنه نحن لن نلتزم بهذه الاتفاقيات أو هذه العقوبات وخاصة الاتحاد الأوروبي وبدأ بتفعيل آلية التعطيق ما الذي سيحصل لهذه الشركات التي أبرمت عقودا شركات أوروبية بالأخص فيما يتعلق بمجال النفط والطائرات أيضا تحديدا نحن لاحظنا أنه إيربوس أنهت عقد قبل تفعيل هذا البند ولكن هناك في الاتحاد الأوروبي استمد قانون أو قرار من المجلس الأمن والأمم المتحدة أنه هناك في آلية للتعطيل لحق لطرف ثالث أنه يقوم بها إذا كان هناك بين طرفين شرر نعم وطرحت أيضا الاتحاد الأوروبي أعطى الصلاحيات إلى الشركات الأوروبية أن ترفع قضايا على الحكومة الأمريكية في خطوة لتحميل الشركات نعم أيضا التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران يعني يجب التنوير أنه صحيح هو ليس كبير ولكن تحتاجه الاتحاد الأوروبي خاصة يحتاجه في الوقت الحالي وخاصة صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات النفطية أو النفط يعني هو 20% من إنتاج النفط يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بقرابة 10 مليار دولار يعني نحن نتحدث 9 مليار دولار منها هي النفط فهي بحاجة أوروبا إلى هذا الصادرات بالإضافة أن بالمقابل الاتحاد الأوروبي يصدر إلى إيران بقرابة أيضا 10 مليار دولار الضغط كان ليس فقط على القطاع النفطي ولكن حتى على البنك المركز الإيراني وكل هذا الحضر للتعامل في الدولار الأمريكي العملة أصلا منهارة اليوم نتحدث من مستوى 42 ألف ريال مقابل الدولار على 103 تقريبا ألف مقابل يعني مع أنه حاولنا صحيح وفي فروق بين السوق السوداء ما هو مصير العملة في إيران حقيقة العملة يعني الآن في يعني كما هي الحال في يعني كل الأسواق الناشئة تعاني الآن من ضغط قوة الدولار وأيضا العملة الإيرانية في نفس السياق تعاني نفس الضغط أيضا بمجال العقوبات زاد عليها الضغط أكثر فنحن عم نشوف أنه تحركات البنك المركزي في هذا السياق يعني تعطي أو تشير أنه هناك بالفعل في خطورة على سعر صرف الريال وخاصة مع حالة الذعر يعني اللي سادة بين التجار والمستثمرين الإيرانيين يبدأوا بالهجوم على تملك الدولار أو العملة الصعبة في هذه المرحلة قبل تطبيق العقوبات نحن يعني طبعا دائما سقف في هذه في هيك مراحل سقف التراجعات لا يمكن حصره ولكن الآن الأسواق تنتظر أو المستثمرين ينتظروا أنه يكون هناك فيه اتفاق نعم يعني صحيح يعني صحيح أنه هناك العقوبات تم تطبيقها أو أنه هو حازم ترامب فيها ولكن كعادته يعني أنه يكبر الموضوع لحتى ياخد هو موضع تفاوضي نعم فالأسواق عم تترقب من هذه لأنه يكون هناك فيه اتفاق في محل ما والتحرك السياسي بين الطرفين كان بالأيام الماضية كان ممكن بشير أنه قد يكون هناك فيه اتفاق في محل ما نعم لحصر من هذا يعني العقبات من الحرض العقوبات نحن نشكرك سيد وائل حمد وأنت محل الأسواق في شركة ICM ترجمة نانسي قنقر